اليوم احنا نعيش في جو في ظل حلقات القرآن جزى الله من يقوم بها ومن ينظمها كل خير سواء كانوا فاعلي خير حلقات يعني باسم وقفيات أو باسم الوزارة أو باسم جمعيات نفع عام في نهاية المطاف هذا المنظر مبهج ويتزداد سروري لما اشوف اولاد يدخلون الى المسجد وملابسين شورتات وحطوا الحين قاموا احطهم المسايد صناديق فيها وزره فيها ازار علشان الولد اللي هو يعي مثلا من حداق ولا يعي من تمشي ولا يعي من رياضة ولا يعي يلبس ازاره ويدش مع الصف يا سلام منظر مبهج وضاعد للامة ليش ليش لان المساجد هي بيوت الله عز وجل والتي فيها نور الله الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات وين في بيوت اذن الله وان ترفع ويذكر فيها سوء يسبح له بالغدو والاحصال رجال يسبح له فيها بالغدو والاحصال رجال صناهم الله الرجال والرجول الصفة هذه المساجد هي موارد خير ومنابع خير لامة ترجو الخير وتنتظره طال ليلها لذلك اريد ان نفعل هذا المسجد وان ننتبه الى انه ربما اعدانا فهموا دور المسجد اكثر منه لكن فيما بيننا انا اعتقد ان القائمين على المسجد عيونهم على اي انحراف يرونه وكم وكم رأينا من شخص حاول انه يعني يطلع فيها شوي فردوه لان المسلمون يسعى بذمتهم ادناهم يعني يوقف الشخص اللي يقول كلام غريب ويعاد الى الحضيرة الى حضيرة يعني اقصد الى ضمن السياق الطبيعي اذا المساجد خطورتها واضحة عند عدونا وتلك الناس لفترة في ان يذهبوا باولادهم الى المساجد لكن اعلم ان امة لا يدخل اطفالها المساجد منها ايها امة ضامرة واما ستعود الى التصحر الايماني و الى لان المسجد هو مدرسة المسجد مدرسة فيها نماذج نماذج من البشر تشوفهم هذا يقرأ القرآن وهذا يتحدث بأمنهم طيب وهذا ملتزم عنده وردة وهذا جالس الى الشروق وهذا يعني يسأل عن جيرانه ويتواصل جيران المسجد اصلا يتساءلون فيما بينهم ويدرون هذا فلان مرض فلان سافر فلان رد فلان عنده حدث سعيد فلان في كل المجتمعات ولله المثل الاعلى في شيء يجمع الاهل القرية او اهل الحي يسمونه كلاب ولا باب ولا شو شو يسمونه زين وهم يقعدون فيه اما لشرب شاي بحلال وحيانا لشرب شاي حرام احنا نادينا كمسلمين الذي يجتمع فيه المسلمون ويتحسسون اخبارهم واحوالهم هو المسجد لذلك نريد ان نفعل هذا المسجد نريد ان نستجب مزيد من الاطفال واليافعين له نريدهم ان يأنسوا به ان يكون جزء من حياتهم والمسجد مفتوح والامور ميسرة فضل الله عز وجل ف ابتهجوا اذا رأيتم اطفالا في المسجد واعلموا ان هؤلاء امل الامة ابتهجوا اذا رأيتوا حلقات القرآن رأيتموها في المسجد لان هذا امل الامة لان هذا معنى ان عندنا جيل ينشأ على الصلاح والجيل الذي نشأ على الصلاح هو تهيئة لقول الله عز وجل حتى اذا جاء وعد الاخرة بعتنا عليه الآية عبادا لنا عبادا لنا وصف الله عز وجل اولئك العباد بانهم له اثبت لهم العبودية لحق هؤلاء لا ينشأون من فراغ لا ينشأون الا بامة عائدة ترجع عشان تنفذ هذا الغبار وتنفذ هذه القيود وترجع الى سابق اهدها اشتركوا في القناة